اشتركوا في القناة ادعو درسنا لهذا اليوم هو جسمك والآلة من الاستراتيجية القرائية في الوحدة الثالثة اهداف درسنا لهذا اليوم هو صياغة سؤالا مناسبا لكل فقرة من فقرات النص وقراءة النص للتحقق من دقة صياغة السؤال وتعديل السؤال في ضوء قراءته اذا اقرأ النص ثم انفذ التالي اولا اضع عنوانا لكل فقرة اول خطوة اخطوها في استراتيجية القرائية لهذا النص اضع عنوانا لكل فقرة ثم احول كل عنوان الى سؤال ثم احول كل عنوان الى سؤال بعد ذلك ماذا اصنع؟ بعد ذلك اعيد قراءة النص مرة اخرى للحكم على السؤال اهو مناسب؟ ام يحتاج الى تعديل؟ وهل نحتاج الى اضافة اسئلة اخرى؟ نطبق ونشاهد ماذا سنفعل في النص التالي جسمك والآلة نبدأ في قراءة النص في هذه الفقرة فقرها الاولى تحتاج الآلة الى وقود وكذلك اجسامنا وكما ان الوقود في الآلة يحترق لكي يعطيها الطاقة اللازمة للحركة فكذلك الغذاء الذي نتناول الآن نحن نتكلم عن جسمنا والآلة فالآلة يحترق الوقود ليعطي الآلة الطاقة اللازمة فكذلك الغذاء الذي نتناوله يعطينا الطاقة للحركة والعمل واللعب ويجعل جسمنا دافئا اذ لا يمكننا ان نعيش في الشتاء البارد اذا لم يمدنا الغذاء بالحرارة اللازمة اذا الغذاء يمدنا بالطاقة وبالحرارة اللازمة كما يمد الوقود الآلة بالطاقة اللازمة ليس هذا فقط فالغذاء له اهمية كبرى لجسمنا فاكثر من اهمية الوقود للآلة لانه يغذي جسمنا بالمواد الاساسية لبنائه وتجديده ونموه اذا الغذاء اكثر اهمية للجسم من اهمية الوقود للآلة لانه يغذي الجسم بالمواد الاساسية وايضا يجدده وينميه بعكس الوقود الذي يحترق فقط لقيادة الآلة اذا نأتي الان لوضع عنوان للفقرة ووضع سؤال مناسب لها اولا رقم الفقرة نقول الفقرة الاولى وعنوان الفقرة ماذا نسمي هذه الفقرة من النص في جسمك والآلة؟ بماذا نعطيها عنوانا؟ نعم نكتب اهمية الطعام للانسان اهمية الطعام للانسان عنوان مناسب السؤال المناسب لها نقول ما اهمية الطعام للانسان؟ ما اهمية الطعام للانسان؟ الان بعد ان وضعنا عنوانا للفقرة ثم وضعنا السؤال المناسب لها نبدأ في الخطوة الثالثة وهي قراءة النص مرة اخرى لنشاهد هل هذا السؤال مناسب ام غير مناسب تحتاج الآلة الى وقود وكذلك اجسامنا وكما ان الوقود في الآلة يحترق ليعطيها الطاقة اللازمة للحركة فكذلك الغذاء الذي نتناوله يعطينا الطاقة للحركة والعمل واللعب ويجعل جسمنا دافعا اذ لا يمكننا ان نعيش في الشتاء البارد اذا لم يمدنا الغذاء بالحرارة اللازمة ليس هذا فقط فالغذاء له اهمية كبرى لجسمنا اكثر من اهمية الوقود للآلة لانه يغذي جسمنا بالمواد الاساسية لبنائه وتجديده ونموه اذا بعد ان قرأنا النص وجدنا ان سؤالنا مناسب ما اهمية الطعام للانسان عرفنا اهمية الطعام للانسان وكيف كان مقارنة مع الوقود للآلة كان الطعام للانسان هو افضل لانه ينميه ويجدده فنقول ايضا اذا اردنا اضافة سؤال اخر لهذه الفقرة نكتب مثلا ما فائدة الطعام في الشتاء بعد ان كتبنا ما اهمية الطعام للانسان نكتب ما فائدة الطعام للشتاء كإضافة سؤال اخر للسؤال الاصلي نشاهد الفقرة الثانية ونبدأ في القراءة ان من المضحك طبعا ان نفكر ان الوقود يمكنه ان يصلح اي معطوب في الآلة او يجعلها تنمو وتكبر ولكنها ظاهرة طبيعية في جسم الانسان الذي ينمو ويكبر ويعوض الاعضاء المصابة اذا الوقود للآلة لا يمكن ان يصلح ما بها من اعطال ولكن في جسمنا اذا تغذينا تغذية مناسبة فانها بعد الله عز وجل يكون تجدد خلايا الجسم وتصلح ما عصل لها فكل منا يلاحظ مثلا ان الجروح التي تحدث لنا في الركبة عند اللعب ماذا يحصل ينمو محلها جلد جديد بدل الجرح الذي اصيب في الجرح فانت تتناول غذائك لتصلح جسمك وتجعله ينمو ويكبر اذا الغذاء يجعل من الجسم ينمو ويكبر بعكس الوقود للآلة فالوقود للآلة انما يمدها بالطاقة والحركة ولكن في جسمنا فالطعام له اهمية اكبر من ذلك فهو يجعل الجسم ينمو ويكبر ويصلح ما حصل للجسم من جروح وغيرها اذا هذه الفقرة رقم اثنان فنقول هذه الفقرة الثانية ما رأيكم ما هو العنوان الفقرة المناسبة عنوان الفقرة المناسبة التي قرأناها قبل قليل بإمكاننا نقول مقارنة بين الجسم والآلة مقارنة بين الجسم والآلة هو عنوان مناسب مقارنة بين الجسم والآلة ما هو السؤال المناسب لها في مقارنة بين الجسم والآلة ما رأيكم لو قلنا هذا السؤال ما عوجه الشبه والاختلاف بين الآلة وجسم الإنسان ما عوجه الشبه والاختلاف بين الآلة وجسم الإنسان هناك عوجه شبه وهناك عوجه اختلاف بين الآلة وجسم الإنسان أوجه الشبه مثل أنه كلاهما يمدان بالطاقة وأما الاختلاف فأن جسم الإنسان في الغذاء يصلحه وينميه ويكبر الجسم بعد تناول الغذاء أما الآلة فالطاقة فالوقود لا يمكن أن يصلح الآطاب الآن سنفعل الخطوة الثالثة ما هي الخطوة الثالثة؟ نعم قراءة النص من جديد حتى نشاهد هل هذا السؤال مناسب أم غير مناسب إن من المضحك طبعا أن نفكر أن الوقود يمكنها أن يصلح أي معطوب في الآلة أو يجعلها تنمو وتكبر ولكنها ظاهرة طبيعية في جسم الإنسان الذي ينمو ويكبر ويعوض الأعضاء المصابة فكل منا يلاحظ مثلا أن الجروح التي تحدث لنا في الركبة عند اللعب ينمو محلها جلد جديد بدل الذي أصيب في الجرح فأنت تتناول غذائك لتصلح جسمك وتجعله ينمو ويكبر ما رأيكم في السؤال هنا بعد أن قرأنا هذا النص من جديد؟ نعم هو سؤال مناسب هل نحتاج إلى إضافة سؤال كما فعلنا في الفقرة الأولى؟ قد لا نحتاج فنضعه خطا أن السؤال مناسب ولا يحتاج إضافة سؤال آخر نشاهد الفقرة الثالثة واختيار الطعام المناسب للجسم مهمة أصعب من اختيار الوقود المناسب للآلة فهي تحتاج إلى نوع واحد من الوقود إلى نوع واحد معين من الوقود أما الجسم فيحتاج إلى أنواع كثيرة من الأطعمة إذن الوقود المناسب للآلة قد يكون وقودا واحدا ولكن الجسم هل يحتاج إلى نوع واحد من أنواع الطعام؟ بالتأكيد جسم الإنسان يحتاج إلى أكثر من نوع فالتنوع في جسم الإنسان كما نشاهد في هذه الصورة من الخضار والفواكه وغيرها من المخبوزات وحتى اللحوم فلذلك جسم الإنسان يحتاج إلى كثير من أنواع الطعام إن هناك أولاد كثيرين يحبون أكل نوع معين من الطعام ويمتنعون عن أكل أصناف أخرى رغم أنها مهمة للجسم مثل هؤلاء الأولاد ليسوا في صحة جيدة نعرف أولادا كثيرين يحب نوع معين من الطعام وإذا قال له والده غير هذا الطعام يرفض ويتحجج بحبه لهذا الطعام ولكن هل هذا العمل صحيح؟ بالتأكيد هو عمل الخاطئ لأن هناك أصناف أخرى من الطعام مهمة للجسم فمثل هؤلاء الأولاد ليسوا في صحة جيدة ليسوا في صحة جيدة والحالة الطبيعية السليمة هو أن ينوع الإنسان في الغذاء إذن الفقرة رقم ثلاثة هنا نقول الفقرة الثالثة ما رأيكم في عنوان الفقرة هنا؟ ما نقول في عنوان الفقرة؟ نعم عنوان الفقرة نقول مثلا حاجة الجسم إلى أنواع كثيرة من الأطعمة ما السؤال المناسب لهذه الفقرة؟ ما رأيكم في السؤال المناسب لهذه الفقرة؟ ما رأيكم لو وضعنا هذا السؤال؟ ما هي أنواع الأطعمة التي يحتاجها الإنسان؟ ما هي أنواع الأطعمة التي يحتاجها الإنسان؟ الآن سنقرأ النص من جديد ونشاهد هل هذا السؤال مناسب وهل إجابته موجودة في النص أم غير موجودة إذن نقرأ النص من جديد ما هي أنواع الأطعمة التي يحتاجها الإنسان واختيار الطعام المناسب للجسم مهمة أصعب من اختيار الوقود المناسب للآلة فهي تحتاج إلى نوع معين من الوقود أما الجسم فيحتاج أنواع كثيرة من الأطعمة إن هناك أولادا كثيرين يحبون أكل نوع معين من الطعام ويمتنعون عن أكل أصناف أخرى رغب أنها مهمة للجسم مثل هؤلاء الأولاد ليسوا في صحة جيدة هل وجدنا إجابة سؤالنا قبل قليل عن ما هي أنواع الطعام المناسب؟ بالتأكيد في هذا النص لم نجد عن أنواع الطعام إذن هل هذا السؤال مناسب؟ ما هي أنواع الأطعمة التي يحتاجها الإنسان؟ لا ليس مناسبة لا بد من تعديله لأن إجابة السؤال غير موجودة في النص لا بد من تعديله فنعدل السؤال ونقول في هذا السؤال ماذا يحدث لو اقتصر الإنسان على نوع واحد من الطعام؟ ماذا يحدث لو اقتصر الإنسان على نوع واحد من الطعام؟ هذا هو السؤال المناسب كما قلنا هؤلاء الأولاد الذين يهتمون في نوع واحد من الطعام ويهملون بقية الأطعمة هم ليسوا في صحة جيدة فلذلك نقول إجابة السؤال هي موجودة أما إجابة السؤال الذي كتبناه هنا ما هي أنواع الأطعمة التي يحتاجها الإنسان؟ الجواب غير موجود إذن هو سؤال غير مناسب ويجب تعديله في الفقرة التي بعدها نشاهد التقويم أرتب خطوات الاستراتيجية القرائية التالية بوضع الرقم المناسب أمام كل خطوة لدينا ثلاث خطوات نشاهد هل الترتيب هذا مناسب؟ أم نرتبها من جديد إذن أعيد قراءة النص مرة أخرى للحكم على السؤال أهو مناسب؟ أم يحتاج إلى تعديل؟ وهل نحتاج إلى إضافة أسئلة أخرى؟ ثم أحول كل عنوان إلى سؤال ثم أضع عنواناً لكل فقرة ما رأيكم؟ أي من الخيارات الثلاثة هو الرقم واحد؟ هل هو هذا الخيار؟ أم الخيار الثاني أحول كل عنوان إلى سؤال؟ أم أضع عنواناً لكل فقرة؟ نعم الخطوة الأولى هو أضع عنواناً لكل فقرة إذن نقول هي الخطوة رقم واحد لا بد من وضع عنوان لكل فقرة قبل أن نحول كل عنوان إلى سؤال أو نعيد قراءة النص مرة أخرى إذن ما هي الخطوة الثانية؟ نعم أحسنتم أو حول كل عنوان إلى سؤال لا بد بعد أن نضع عنوان لكل فقرة نحول كل عنوان إلى سؤال ثم نتجه إلى الخطوة رقم ثلاثة بعد أن مشينا من الخطوة رقم واحد ثم نتجه إلى الخطوة رقم ثلاثة نقول أعيد قراءة النص مرة أخرى للحكم على السؤال أهو مناسب أم يحتاج إلى تعديل وهل نحتاج إلى إضافة أسئلة أخرى إذن نقول هذه الخطوة رقم ثلاثة في خطوات الاستراتيجية القرائية التي قرأناها قبل قليل خلاصة درسنا لهذا اليوم الاستراتيجية القرائية قراءة الاستذكار في ثلاث خطوات الاستراتيجية القرائية قراءة الاستذكار في ثلاث خطوات الخطوة الأولى هو وضع عنوان لكل فقرة من فقرات النص هذا الفقرة الأولى أو الخطوة الأولى وضع عنوان لكل فقرة من فقرات النص ثم الخطوة الثانية وهي تحويل كل عنوان إلى سؤال بعد أن نضع العنوان لكل فقرة من فقرات النص تحويل كل عنوان إلى سؤال بعد ذلك نقرأ النص مرة أخرى ثم الحكم على مناسبة السؤال أو إعادة صياغته وإضافة أسئلة أخرى إذن لا بد لنا من قراءة النص مرة أخرى ثم نحكم على السؤال حتى نشاهد هل صياغته صحيحة أم نعيد صياغته أو نضيف أسئلة أخرى حتى ولو كان السؤال مناسب وبهذا يكون درسنا انتهى لهذا اليوم آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة